بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء السابع من الدرس الثالث نتعرف فيه على خواص جمع المصفوفات وضربها في عدد قياسي فإذا كان لدينا المصفوفات A و B و C يعبر عن مصفوفات ذات أبعاد M في N وكان C و D أعداد قياسية فإن العلاقات الآتية هي علاقات صحيحة أولا خاصية commutative property of addition أو خاصية التبديل في الجمع A زائد B هي نفسها B زائد A الخاصية الثانية associative property of addition التوزيع A زائد B زائد C يساوي A زائد B زائد C بمعنى أننا يمكن أن نجمع المصفوفتين B مع C أولا ثم نجمع النتج على المصفوفة A أو نجمع A زائد B أولا ثم نجمع النتج على المصفوفة C الخاصية الثالثة associative property of multiplication توزيع إذا كان لدينا الأعداد C و D مضروفة في المصفوفة A يمكننا أن نضرب العدد D أولا في A ثم نضرب الناتج في العدد C فيما بعد الخاصية الرابعة خاصية multiplicative identity المحايد الضربي إذا ضربنا العدد واحد في المصفوفة A تظل كما هي خاصية الخامسة C في المصفوفة A زائد B يساوي C A زائد C B وهي خاصية التوزيع توزيع العدد الثابت على المصفوفتين المجموعتين وبالمثل يمكن لعددين مجموعين معا حينما نضربهما على مصفوفة A فيكون الناتج C A زائد D A وهي أيضا خاصية توزيع في الأولى وزعنا المصفوفات A و B على العدد C وفي الثانية وزعنا العددين C و D على المصفوفة A خواص المصفوفات الصفرية zero matrices إذا كان A مصفوفة ذات بعد M في N وكان C عدد قياسي فإن هذه الخواص حقيقية وصحيحة A زائد OMN يساوي A بمعنى أن OM هي المحايد الجمعي لعملية الجمة كما نتذكر في الأعداد إذا جمعنا صفر على أي عدد كان النتج هو ذات العدد لذا فالمصفوفة الصفرية ذات نفس أبعاد المصفوفة A وهي M في N مصفوفة أبعادها M في N نقول لعنصر أصفار إذا جمعناها على المصفوفة A كان النتج هو المصفوفة نفسها كذلك إذا جمعنا المصفوفة A على معكوسها الجمعي كان النتج هو المصفوفة الصفرية كما نفعل في الأعداد إذا جمعنا عدد A على العدد سالب A وهو معكوسه الجمعي كان النتج صفرا الخاصية الأخيرة إذا ضربنا عدد قياسي في المصفوفة A وكان الناتج هو المصفوفة الصفرية OMN فهذا يعني أنه إما أن هذا العدد صفر C تساوي صفر إذا ضربناه في المصفوفة A صفرت كل عناصرها وإما أن يكون هذا السي عدد خلاف الصفر وإنما المصفوفة A هي المصفوفة الصفرية والآن أحبتي مع هذا التمرين الذي سوف نستخدم فيه خواص المصفوفات لحل هذه المعادلة المصفوفية في X ثلاثة X زائد A يساوي B كما نقوم بحل المعادلات في العدد الحقية نضع X في طرف وباقي الأشياء المعلومة في الطرف الأيمن فالآن نحاول التخلص من المصفوفة A ماذا نفعل؟ نضيف إلى كلا الطرفين المعكوس الجمعي للمصفوفة A ألا وهي المصفوفة سالب A بحيث تتلاشى من الطرف الأيسر فثلاثة X زائد A زائد المصفوفة سالب A وهي نفس عناصر المصفوفة A بعكس الإشارة يساوي B زائد ناقص A نعلم أن المصفوفة A زائد معكوسها يعطي المصفوفة الصفرية فهنا ثلاثة X زائد المصفوفة الصفرية من نفس مقاس المصفوفة X يساوي B ناقص A نعلم أن المصفوفة الصفرية عند إضافتها لأي مصفوفة تعطي المصفوفة نفسها فهنا ثلاثة X تساوي B ناقص A الآن كيف نتخلص من العدد ثلاثة نقسم عليه بمعنى أن نضرب المعادلة في ثلث الآن X تساوي 1 على ثلاثة في المصفوفة B ناقص A الآن فصلنا X في طرف وباقي المصفوفات في الطرف الآخر نعوض بقيمة هذه المصفوفات فنحصل على قيمة المصفوفة X المصفوفة B عناصرها سالب ثلاثة أربعة اثنين واحد ناقص المصفوفة A عناصرها واحد سالب اثنين صفر ثلاثة هذا يساوي واحد على ثلاثة في سالب ثلاثة سالب واحد سالب أربعة أربعة سالب سالب اثنين أي موجة باثنين ساوي ستة اثنين ناقص صفر اثنين وواحد ناقص ثلاثة سالب اثنين الآن نقصم جميع عناصر هذه المصفوفة على ثلاثة سالب أربعة على ثلاثة ستة على الثلاثة فيها الاثنين اثنين على ثلاثة وسالب اثنين على ثلاثة وهذا هو حل المصفوفة X سالب اثنين على ثلاثة